السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي بالله أحباب الله ووضوح هذا الحلقة عن المهد المنتظر وعنوان الحلقة صاحب الوسيلة وصفاته وكيفية استنباط الآيات والكلمات من القرآن الكريم يعني هاي الحلقة بدي أبيلكوا أن المهد هو صاحب الوسيلة بس كيفية أحباب بالله تستنبطوا من القرآن الكريم بالكلمات والآيات مش أنتفهم الموضوع وتحيطوا بالأمر من جميع جوانبهم هذول اللي بيقولكم احضروا تخطأوا كذا لا تدرسوا القرآن ابعدوا بس العلماء لا تدرسوا على حكي هذول الكتاب نزل إنا كنا وقالا تعلمت القرآن الحالي ما قبلت تعلم من حدا لأنه وإن تطرع أكثر من جنان بضلوك أنا ما بعرفين صاحب الحق ومين اللي قلبه بؤمنه يعني لو سيدنا محمد موجود عليه الصلاة والسلام أو أنه موجود حوالي واحد من العلماء اللي أنا بطق فيه يمكن أسمع له بس تعرفوا الواحد مرات يكون ما في حوالي حدا فيدو فقلت أنا شوه مش عانف طريقي إلى الله الحل الوحيد القرآن الكريم فدرست القرآن الكريم مع المرور الوقت بتصير عندك الله سبحانه وتعالى وقال الرحمن علم القرآن اللي بعلمك الرحمن ذاته سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم يعني الإنسان بس يولد من بطل أمه وما في عنده علم بس بتعلم من اللي بشوفه بسمعه وكذا اللي بحكي كلام جميل بصير كلامه جميل وإذا كان كلام بديء وتعلم الكلام البديء شو بتعلم؟ واللي بتعلم التجارب بتعلم كذا فأنا بتعلم القرآن كل ما أدوس القرآن مش بقراء زي الببغاء بس بكرره لا بفكر بالحرف بفكر بالكلمة بفكر في الموضوع في الآية في الصورة في القرآن كله لازم ندسق القرآن ولازم نتدبر آياته ولازم نتفكر في آياته مشان نتوصل للعلم كثير من الناس ما كانوا علماء وسبحان الله مع دراسي ومثابرة وجهد تعلم بيجي واحد يقول لك لا لازم تروح على جامعات وناس يعلموا هذا ما بده هذا أعلمي أنا ربي اللي بعلمي بيجي مسأنا الجميع مع الوقت يمكن تتعتع في القراءة يمكن ما نعرفش تقرق قرآن مزبوط بي بالمية نتعلم مع الوقت المهم مش بس القراءة المهم الفهم عشان يفضلوا الفهم على العلم ففهمناها سليمان عشان صار يعرف منطق الطير وتحدث مع الحيوانات والطيور بمرطق الفهم كما قلت تقول يعني الفقه عشان ومن يدع الله به خير الفقه هو في الدين أحباب بالله خلني يجي على موضوع الوسيلة الوسيلة مذكورة بالإسم مرتع بصورة المائدة 35 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يعني الخطاب بس للمؤمنين مش للناس يا أيها الذين آمنوا أهم في الموضوع اتقوا الله خلينا أكل ما تتقوا الله بصورة الحجرات 13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هل سعى فيه كلمات كثيرة تقوى والتقو متقين هل ستجعل التقوى بس هاي الآية بتخاطب البشر جميعا الناس إنه الله خلقنا من ذكر وأنت لأبونا آدم وحوا وجعلنا شعوبا وقبائل مشان نتعارفش مشان نتقاتل إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أتقى الناس هو المغلخي يا أيها الذين آمنوا نتقوا الله يعني كونوا من أتقى الناس مشان تبتغوا إليه السفو الوسيلة إذا ما أول شيء لازل تكون مؤمن ثم تكون متقي مشمس متقي تكون من أبقى الناس مشان تكون إن أكرم الناس عند الله مشان الله سبحانه وتعالى تكون من أكرم الناس عنده وبتغوا إليه الوسيلة إذا ما تكون من أكرم الناس عند الله بتبتغي إليه الوسيلة بس فيها جهاد وجاهدوا في سبيله يعني أبصر الجهاد ليس القتال القتال نوع من الجهاد بس جهاد النفس عندك أمراض نفسية تكذب رغيها خليك صادق بتحسد لا حب غير الناس عندك أرالي لا حب المساواة حب الأخيك ما تحبه لنفسه شوف الأمراض الموجودة عندك العيوب لسانك بديء حسن لسانك عصبي أقدم غيظك واحد بعاملك بالسري ادفع بالنتية أحسن بصير فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليل حميم وما يلقها إلي الذين صبروا وما يلقها إلي ذو حظ عظيم بتكون صاحب الحظ العظيم أشاريك أحباب الله أنا بترجعه كيف أنتوا تستمتوا والدور في القرآن الكريم مشان توصروا إلى الدراسة اللي أنا بقولك أنا درست 27 سن حتى توصلت فيهم هذا إلا أنا منزل الأشرطة عندي أكثر من 23 شريط وفيه ألاف الأشرطة لستبدأ نزلها إذا الله أحياني عشان يا أين الذين آملوا أول شيء لازم تكون من المؤمنين التقو الله لازم تكون أكرم الناس عند الله بالتقوة إنما أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أكثر الناس التقوة راح تكون أنت من أكرم الناس عند الله هنا بترتع إليه الوسيلة بدأ بييركم شوية الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله عليكم تفلحون مشان إيش تكون من الفارح لازم تفلح لازم تجاهد في سبيل الله في نفسك بعيوبك تصلحها تزكي نفسك آية آية الأولى طيب نجعل آية الثانية صورة الإسراء أنا دورت على الوسيلة بدي أبحث أنا قاعد بدرس بموضوع الوسيلة صورة الإسراء 57 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا طيب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أول شغل بدك تكون من المؤمنين ثم تكون أطقى الناس مش هتكون أقربهم عند الله ثم تبتغي الوسيلة لازم تجاهد في سبيله في نفسك وفي حواليك وتكون صادق أمين مخلص كل الصفات الجميلة فيك هون أولئك الذين يدعون بتقول أنت من الدعاته إلى الله وبتدعي الله يعني تدعو إلى الله ثم وتدعي إلى الله شو بدك أنت بتبتغي من الله ربك الوسيلة اللي بتوصلك إلى شو بتسوي هذه الوسيلة مشان أيهم أقرب اسجد واقترب كل ما سجدت إلى الله كل ما سجدت اقترب إلى الله إذن إيش ولكن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب طيب حسن أيهم أقرب الله أعلم من هو الأقرب من هو اللي يكون أقرب إليه اللي هو المهدي بإذن الله رايح يكون صاحب الوسيلة شو بقولك ويرجون رحمته ويخافون عذابه هسنع في عندك أنت جزئين يرجون رحمته ويخافون عذابه ليش إن عذاب ربك ربك كان محضورا يحضر عذاب ربك طيب ابن يجع على صاحب الوسيلة بصورة الزمر آية رقم تسعة أهل ما قلت القرآن من الأول إلى آخر ما لقيت أي شي في أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا إلا هل آي 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 رقم تسعة صورة الزمر كيف عرفت بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحضر الآخرة شوف يحضر الآخرة بقول لك أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضوراً هو شوف يقول لك يحضر الآخرة هذا الرجل أمن هو قانت آناء الليل يعني قول الليل قانت إلى الله ساجداً وقائماً أسجد واقترب كما أقول لكم أيهم أقرب يعني الرجل هذا يكون كثير السجود أكثر من القيام يحضر الآخرة بقول لك ويخافون عذابه لأنه بحضر الآخرة ليش إن عذاب ربك كان محضوراً طيب أولاك أيهم أقرب أولاك الذين يدعون يبتغون إلى ربي من وسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته هو شوف يقول لك أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه من هذا وأحد اللي هو المهدي عليه السلام لأنه هو قانت آناء الليل ما بنى من لي لهذا الرجل ساجد وقائم بحضر الآخرة لأنه يخاف عذاب الله إلا عذاب ربك كان محضوراً ويرجو رحمة ربه أسرع ما برجو رحمة ربه لنفس المهدي بدور رحمة ربه للمسلمين للبشري عشان يخبر الآية قل هل يستروا الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما بيستروا إنما يتذكروا أولي الألباب لقيت فيها جزئين جزئين ببحث عنهم لشان أكون من صاحب الوسيلة مثلاً أنا بحكيش عن نفسي أنا بحكي عن موضوع الوسيلة الجميع لازم يسئل بحدهم الوسيلة الجميع لازم يحاولوا يتقربوا إلى الله لأنه يش أولئك الذين يدعون شو بدهم يبتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هو ما يقول لك أمن هو قائل أنا الذي ساجد أسجد وأقترب أيهم أقرب أقرب شيء الواحد لله وهو ساجد أقترب للسجود وقائماً ونقول أيهم أقرب ويرجوا رحمتك ويخافوني عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ما في آية في القرآن الكريم قال هذه الآية رقم تسعة من صورة الزبر اللي بترجيك النصاح الوسيلة هذا الشخص اللي بتمسك في الأمور أمن وقالت هذا قانت لله إليش أنا الليل بكثور الليل ساجداً يعني للسجود وقائماً يعني للسجود أكثر من القيام يحضر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستو الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا للأدبات اللهم أن يقد بيه لأحباد الله كي يصدروا القرآن الكريم يعني اللي بتو يستنضط عن الصلاة وعلم الصلاة أريد أن يأخذ كل الآيات اللي فيها الصلاة وكل آية في الصلاة بدها تأخذ درس الآيات زي ما ينرسوا وأبحثوا إن شاء الله لأنه موضوع كبير جداً والصلاة يعني مش سهل من زي مثل الوسيلة من زي العروة الوثقة آياتين ثلاثة بتمين الموضوع فيه موضوع زي ما قلت لكم القرآن الكريم زي إيش زي صورة بتقطعها الزاء وبعدين بتفرطها وبعدين بتقول جمحها على حسب برات تكون البازل أو الموضوع اللي بتدرسوا إنت إنو ألف آي يعني فيه ألف قطعة بتتجمحها على بعض وليس أنتفهم الموضوع على حسب الوضوع بتدرسوا هذا هيك أنا بتدرسوا القرآن الكريم وهيك أنا بستنبط إنو فيه آيات كثيرة للمعدي تبين لي وآيات كثيرة فيها باطن ما بتفهمها إنت تمشي فيها السريع لأنه أمن وقالت أنا الليل سجداً وقائم من أحدهم الأخرة ورجو رحمة ربه قل هل يستمر الذين يعلمون الذين يعلمون إنهم تتذكروا إيش بيها كلمة الوسيلة بالمرأة بس من الوسيلة ذاتها ولأكل wrapped يدعونا إبتقونا ربي من الوسيلة أيوهم أقرب ويرجوا رحمته ويرخافونا عذابه ويقول أيوهم أقرب ويرجوا لرحمته ويرخافونا عذاب المتيتنا أذ هو حقي أن ساجداً يعني أخفيت الليل بكون ساجد أسجد وقترب آية القرآنية إذن أيهم أقرب السجود كثة السجود قائماً يحضر الآخرة هذا أقول لك إيش يخافون عذابه إن عذاب ربك أنا محذوراً يحضر محذوراً ويرجو رحمة ربه وهناك يوم أقرب ويرجو رحمته اللهم إن بيجل أحبابي وأرجو أنكم ما تستهيلوا في الوضوع والله العظيم أجمل من البحث ودراسة القرآن وتدبره والتفكر فيه في الكون ما فيه أجمل آية كلمات الله وآياته اللهم أحبه في القرآن ولا تجعله من الهاجرين اللهم اجعل ذي نستمع وقال في التبع وإن أحسن أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر